هل هدد أبي أحمد مرتدياً بزته العسكرية بتعليم المصريين معنى الحرب وكيف عثر مصريون على غواصة إردوان الضائعة ولماذا كتب مهاجرون عبارة الموت للبيض على الجدران خلال المظاهرات في باريس هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في حلقة اليوم من بوليغراف أهلاً بكم أهلاً بكم إلى بروباغاندا أولى فقراتنا في بوليغراف والشائعات والفبركات ذات الطابع السياسي الموجه البداية إثيوبية وملف سد النهضة الذي تنشط لجان الإلكترونية فيه مع استمرار التوتر وشغف الناس بالتطورات من صفحة عاش الجيش المصري تصريح خطير لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والذي يظهر مرتدياً بزته العسكرية ويقول مستعدون للحرب وسنعلم معنى الحرب للذين لا يعلمون معنى الحروب معها تعقيب ثقيل الدم من صفحة على كلام أبي أحمد النقر على الرابط المرفق بالمنشور يقود كايل موقع صحيفة الهوية السودانية بالاطلاع على الخبر ومشاهدة المقطع والذي ترجمه لنا زميلنا الإثيوبي فيرو مشكوراً ستكتشف أن الخبر صحيح وصورة صحيحة لكن السياق مختلف أبي أحمد لم يواجه حديثه للمصريين ولم يتحدث عن سد النهضة بل كانت تصريحاته خلال اجتماع أمني عن الاضطرابات الداخلية في إثيوبيا ووجه أبي أحمد تهديداته لمن يثيرون تلك الاضطرابات ولا علاقة لمصر ولا لسد النهضة بالتصريحات من قريب أو من بعيد تصريح آخر ومنشور طويل جداً قمنا باختصاره حتى يناسب مقاسنا في ذاتنا المنشور من صفحة القوة الغاشمة ويبدأ بإبارة مخادعة يقول بالمختصر المفيد ولا نرى للأمان أي اختصار أو فائدة من قراءة المنشور الطويل عليكم المهم المنشور مرفق بصورة تختصر محتواه لأسد الخارجي المصري سامح شكري وعليها شعار قناة الجزيرة وكتب عليها الوفد الإثيوبي في مجلس الأمن لسامح شكري من الممكن أن نملأ السد على فترات متباعدة بشرط أن تصل مياه النيل إلى دولة إسرائيل آخرون أكثروا رفقاً ورحمة نشروا صورة ذاتها مع تعليقات أقصر وبالطبع تمت مشاركة المنشور مئات وربما آلاف المرات بين الصفحات المختلفة التصريح طبعاً مزيف ولم يرد في أي وسيلة إعلام رصينة أو حتى متواضعة وشهدنا كلمة وفد إثيوبيا كاملة عبر قناة أكسترانيوز ولم يرد فيها ذلك الكلام لكن أزعجتنا هستيريا التعليقات وكم الشحن والاستقطاب التي رصدناها في التعليقات والتي تبدو منطقية في ظل كم التضليل المهول المحيط بقضية خطيرة لا تحتمل كل تلك الممارسات ومن التضليل في الملف الإثيوبي إلى التضليل في الملف الليبي وعلى الرغم من مخاوفه من اجتزاء المقطع وفبركته كما حدث سابقاً إلا أنني أريدكم أن تتخيلوا معي العالم من منظور مواطن بسيط يحصل على معلوماته من منصة فيسبوك يفتح المواطن التطبيق فيجد صفحة عماريا مصر التي تضع صورة السيسي عنواناً لها مع منشور يتضمن صورة وزير الدفاع التركي وصورة السيسي وكتب عليهما وزير الدفاع التركي يعلنها أقول لسيسي الذي يهددنا أننا قادرون على احتلال بلاده في ست ساعات فكفاك تهوراً ينتهي المواطن من قراءة المنشور المقلق ليجد أمامه خبراً خطيراً من صفحة صقر المخابرات المدنية يقول عاجل برعاية الطيران المجهول تم تصفية الجنرال التركية سار غولر المرشح لمنصب حاكم طرابلس ومعه 11 جندياً أثناء استهداف قاعدة الواطية يفكر المواطن في التأكد من صحة الخبر فيجد أخبار وفاة وإصابة غولر منشورة في أغلب المواقع وصحف المصرية بصياغات مختلفة يعود المواطن إلى منصة فيسبوك فيجد مقطعاً على صفحة عاش الجيش المصري للحظة تدمير الدفاعات الجوية التركية بقاعدة الواطية الليبية بعد تركيبها بساعات فلنشاهد قصف جوي شديد يضع المواطن في أجواء المعركة والتأهب ويكمل المشهد المخيف الذي يحيط به من كل مكان تخيلوا أن كل ما شهده هذا المواطن هو تضليل في تضليل مقطع الفيديو قديم وهو لقصف روسي على سوريا ولا علاقة له بليبيا ولا بالهجوم الأخير من قريب أو من بعيد أما أخبار مقتل وإصابة الجنرال التركي يسار غولر فقد فندتها منصة مسبار أيضاً ووضحت أن ما تنقلته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي هي أخبار غير صحيحة فالجنرال التركي غادر الأراضي الليبية قبل القصف وشارك مع وزير الدفاع التركي في فعالية وضع أكاليلي زهور على مقابر الجنود الأتراك في مالطة أما تصريح وزير الدفاع التركي المضحك عن احتلال مصر في ست ساعات فقد نفته منصة ما تسدأش اتبع للاستخبارات المصرية والخبر يتم تدوله مرة أخرى كل بضعة أسابيع بلا توقف كل تلك الأكاذيب إذن هي عينة بسيطة لما يتعرض له مواطن بسيط خلال الدقائق قليلة على فيسبوك تخيلوا أثر سنوات من ذلك التضليل كان يا مكان لعضو مجلس النواب والبرلمانات مكانة مميزة منذ تأسيس أولى البرلمانات العربية لكن مع مرور الزمن تدهور به الحال حتى أصبحت مجالس النواب في بعض الدول العربية مسارحا للكوميديا ومادة خام للبرامج الساخرة هذه المقدمة ضرورية لأن قصتنا عن نائبين من أعضاء مجلس النواب المصري أولهما الصحفي الشهير مصطفى بكري والذي يبدل جهدا إضافيا في الملف الليبي بكري نشر صورة غير مفهومة عبر حسابه الموثق على منصة تويتر لمجموعة من الرجال والشباب يقفون وأوجههم إلى الحائط ويبدو أنه تم توقفهم وتضح لاحقا أنها تخص تغريدة سبقتها بدقيقة واحدة يقول فيها بكري ميليشيات الردع تقتحم مقر ميليشيا مكفحة الجريمة بمدينة الخمس بقيادة الميليشيا وجلال أبو صبع وتقبض على كافة أفراد الميليشيا والذين وجدوا في المقر الحرب بين الميليشيات بدأت في ليبيا والبقية تأتي الخبر الخطير غطته صحيفة الأسبوع والتي يملكها بكري ويديرها مع شقيقه محمود كما نشرته مواقع أخرى مثل المشهد العربي والذي اكتفى بتغريدة بكري متنا لخبره الخطير المضحك أن الصورة في الأساس نشرتها وزارة الداخلية الليبية من بين عشرات في منشور واحد قبل تغريدة بكري بأيام ونشرت مع صورة الكثيرة من التعريفات بجهودها للحفاظ على الأمن ولا علاقة لها بالميليشيات لكن كما قال بكري البقية تأتي النائب الشهير أيضا محمود بدر مؤسس حركة تمرد خرج على متابعيه بمشور راق تناسب لغته مكانته الرفيعة كعضو في مجلس النواب يقول اللغة الراقية أنت كخروف ما ينفعش تكذبني لما قول أن مرسي وقياداتك طلبوا من الأمريكان حمايتهم وطلبوا منهم فرض عقوبات على مصر ده كان اتفاء بين الإخوان وأمريكا وسعدوهم أنهم يحكموا أساسا ودي خيرة الشاطر كبركم بيقول لواشنطن تايمز أنهم تحالفوا مع أمريكا لضمان وصولهم لحكم مصر وتعهدوا بأمن إسرائيل العشرات وربما المئات نشروا الخبر نقلا عن النائب المحترم عبر منصتين فيسبوك وتويتر بشكل كبير المشكلة أنه بالرجوع إلى الخبر الأصلي ستكتشف أنه يعود إلى الخامس من أبريل نيسان من عام 2012 أي خلال تقديم أوراق المرشحين وأضيفت صورة خيرة الشاطر في النسخة الورقية لأنه كان المرشح الرئيس قبل شطبه أما الخبر نفسه فليس حوارا مع الشاطر ولكن هو عبارة عن خبر يحتوي على تصريح قصير لعبد الموجود الدرديري عضو حزب الحرية والعدالة والذي أكد على لسان الحزب بنيته الالتزام باتفاقية كامب ديفيد ونفى شائعات متداولة عن إجراء استفتاء شعبي حولها بعد وصول الإخوان إلى الحكم وأوضح أن الجماعة تسعى لتكوين علاقات جيدة مع الولايات المتحدة هذه كل القصة لا عقوبات ولا مؤمرات ولا هم يحزنون ونتمنى أن يلتفت مجلس نواب المصري لتصريحات أعضائه التي تسيء لبلادهم ولسمعة المجلس أخطر مراحل الكذب هي الكذب على الذات لتصديق ما تروج له عن الآخرين فندنا في الحلقة السابقة قصة الغواصتين تركيتين المفقودتين لكن واضح أن الكذبة لا تزال تتطور يوما تلو الآخر صدفنا مقطع فيديو متداول خاصة في منطقة الخليج نشر على وسم إردوان أبو غواصتيها المقطع أرفق بتعليق بعد هذا المقطع إردوان قرر يتحجب الشعب المصري ملوش حل فلنشاهد كما شاهدنا واستمعنا مشهد محرج لإردوان ووصلنا من مصادر سرية أن الرئيس التركي لم ينم منذ أن شاهد الفيديو من فرط شعوره بالإحراج العشرات شاركوا المقطع عبر منصتين فيسبوك وتويتر مع تعليقات ساخرة من الرئيس التركي ومشيدة بخفة دم المصريين بالبحث عن حقيقة الفيديو تضح أنه فعلا من مصر لكنه قديم ويرجع لفبراير من هذا العام فلنشاهد كما سمعنا نداء خفيف وطريف يبحث فيه الرجل عن نادي زمالك التائه والذي لم يصل لمواجهة غريمه الأهلي في لقاء القمة المقطع لاقى انتشارا واسعا حينها بسبب طرافته ونشرته صحف ومواقع ومع تفاصيل القصة أما فيديو الغواصة فهو مركب وليس حقيقيا فعلا الشعب المصري ملوشحل ولا يعرف أين يذهب من فبراكاتكم العجيبة إلى لبنان والذي يعاني من سيل من الفبراكات تحاول من خلالها الأطراف السياسية إلقاء مسؤولية الأوضاع على الأطراف السياسية الأخرى وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي نشر هذه الصورة عبر حسابه على منصة تويتر في إشارة إلى تهريب الوقود إلى سوريا موضوع التهريب عبر الحدود يحظى بجدل واسع في لبنان حاليا وسط تقاضف المسؤوليات بين الأحزاب اللبنانية وزعماء الطواف جملاط أصر على إعادة نشر الصورة رغم جميع البيانات الرسمية والتي نفت صحتها ورغم تعليق خبراء في كشف الزيف والأخبار المضللة على أن الصورة غير دقيقة الجمارك اللبنانية أصدرت بيانا نفت فيه صحة الصورة وأكدت أنها من دولة عربية أخرى كما أصدر الجيش اللبناني بيانا عن الصورة ونفى أن تكون قد التقطت في لبنان وتضح أنها من اليمن لكن يبدو أن سيد جملاط ليس مهتما بهذه التفاصيل إلى اليمين الفرنسي والفابركات ضد المهاجرين واللاجئين تداولت صفحات فرنسية في مواقع التواصل الاجتماعي صورة من إحدى المظاهرات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس تظهر شابين يتسلقان تمثالا وسط العاصمة ويكتبون الموت للبيض الصورة أرفقت بتعليق يقول تصوروا أن يقوم شخص أبيض بالذهاب إلى الجزائر ويكتب الموت للعرب لا بد وأن أمل حياته لن يتجاوز 14 ثانية المنشور نسخ وتنقلات الحسابات عبر تويتر وفيسبوك خاصة في صفحات اليمين المتطرف ولقى تفاعلا كبيرا بين كرهي المهاجرين والعرب بالبحث عن أصل الصورة تضح أنها مفبركة وتم تلاعب بها وإضافة عبارة موه أوبلون أو الموت للبيض الصورة الحقيقية أخذت سنة 2015 في مظاهرة في باريس بعد الأعمال الإرهابية التي شهدتها فرنسا وصورة لا تتضمن أي كتابة في الجدار وهذه كل الحكاية إلى أسوأ تغريدات الأسبوع من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحل ضيفا على وقفتنا مع أسوأ التغريدات كثيرا خصوصا مع اقتراب الانتخابات الأمريكية ترامب أعاد نشر تغريدة عن باراك أوباما تقول باراك حسين أوباما هو أول رئيس سابق يتحدث على الإطلاق ضد خليفته والذي كان تقليدا قديما لطيفا ولبقا هل يجب أن يتفاجأ أحد حقا ترامب يغار من أوباما أشك بجدية في ذلك أعاد ترامب نشر التغريدة مع تعليق قبض عليه فضيحة أوباما الادعاء غير صحيح معهد بوينتر نشر تقريرا حول رؤساء أمريكيين السابقين انتقدوا من تبعهم الرؤساء في البيت الأبيض بسبب تكرار الزعم غير الدقيق بين أنصار ترامب قبل أن يقع الرئيس الأمريكي نفسه في فخ الخبر الكاذب وينشره فاصل قصير نستكمل بعده فقرات بوليغراف بعد الفاصل كيف حلت الكونغو مشكلة أكل بعض مواطنيها للسفير الفرنسي في البلاد وهل دفع الحب شابا متيما لارتداء النقاب ودخول امتحان نيابة عن حبيبته وما السر وراء حضور ضباط الشرطة مراسم دفن الضباع أهلا بكم إلى زيف عشوائي جولتنا بين الفابركات غير السياسية في العادة أقدم للقصص بشيء من الشعر أو إرادة حكاية بغرض شد انتباه المشاهد وتشويقه لكن منشورا طوف أفاق منصة فيسبوك شدني أنا شخصيا ولفت انتباهي لذلك سأقرأه عليكم كما هو ثم أعلق عليه جاء في المنشور بعد استقلال الكونغو عن بلجيكا أرسلت فرنسا سفيرا لها يمثلها في كنشاس عاصمة الكونغو بعد عام على تعيينه وفي أحد أيام العطل الرسمية خرج السفير الفرنسي للنزهة والصيد وبين غابات الكونغو الجميلة رأى من بعيد أناسا متجمهرين فظنهم تجمعوا لاستقباله لكن الحقيقة أن هذا التجمع كان لقبيلة من آكلي لحوم البشر فألقي القبض عليه وتم ذبحه وطبخه ثم تجمع عليه عدد من رجال القبيلة وأكلوه احتجت فرنسا بشدة على هذا الحدث المروع أكل سفيرها وأرسلت احتجاجا شديد اللهجة وطالبت الكونغو بتعويض يقدر بمئات الملايين لأسرة الضحية فاجتمع رئيس الكونغو بحكوماته وتشاور معهم حول قدرة الدولة على دفع مبلغ التعويض إلا أن رد وزير المالية كان حاسما خسينة الدولة لا تملك هذا المبلغ انتهى الاجتماع ووجهت دولة الكونغو رسالة لفرنسا هذا نصها تأسف الحكومة الكونغولية على حدثة أكل سعادة سفيركم ولأن دولتنا لا تملك الثروات وتعجز عن دفع المبلغ الذي طلبتموه فنقترح عليكم أكل سفيرنا لديكم ويتقبلوا منا فائق الاحترام وشكرا المنشور مرفق بصورة لرجال أفارقة أشداء شعورهم طويلة ومنكوشة أما صدورهم فعارية ويحملون سيوفا ودروعا القصة الواردة في المنشور إذن مكذوبة أما سفير الفرنسي الذي لقي حتفه في الكونغو فاسمه فيليب بيرنار حيث أردته جماعات متمردة مناهضة للحكومة في كينشاسا قتيلا عام 1993 ولم يأكله أحد لكن تبقى قصة الصورة المرفقة مع المنشور فهي ليست من الكونغو بل من شرق السودان وهي لقطة شهيرة جدا في التاريخ البريطاني لمجموعة من محاربي البيجا والذين سماهم شعر روديارد كيبلينغ بالفوزيوزي أي منكوشي الشعر وهم القبائل الوحيدة التي هزمت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها شمس بحسب رئيس الوزراء وينستون تشيرشل وربما يجدر أن نختم القصة بأبيات من شعر كيبلينغ في قصيدته التي مطلعها We fought with many men across the seas لقد قاتلنا كثيرا من الرجال عبر البحار بعضهم كان شجاعا والبعض الآخر لم يكن البشتون والزولو والبرميين لكن أجسرهم كانوا الفوزيوزي قلبت كتاب سير أعلام النبلاء فوجدت ترجمة لجعفر البغدادية المعروف بالسراج فهو الإمام البارع المحدث المسند والقارئ الأديب ووجدته ممدوحا من أقرانه ومن من أتوا بعده فهو صاحب كتب في فنون شتى سار بذكرها الركبان لكن ما يعنينا في قصتنا الحالية هو كتابه الماتع مصارع العشاق والذي جاء فيه أن العشق هو الجنون والذل وهو أداء أهل الظرف وأن بعض الفلسفة قال لم أرى حقا أشبه بباطل ولا باطلا أشبه بحق من العشق هزله جد وجده هزل وأوله لعب وآخره عطب ويروي السراج حوارا بين رجل من بني فزارة ورجل من بني عذرة وبينما يفخر الفزاريون بالشدة اشتهر العذريون بالحب والعشق قال الفزاري للعذري تعدون موتكم من الحب مزية أي فضيلة وإنما ذلك من ضعف البنية ووهن العقيدة وضيق الرؤية فقال العذري أما لو أنكم رأيتم المحاجر البلج ترشق بالأعين الدعج من فوقها الحواجب الزج والشفاه السمر تفتر عن الثنايا الغر كأنها سرد الدر لجعلتموها اللات والعزة ودفعتم الإسلام وراء ظهوركم كل ما سبق ينطبق على شاب أحب وعشق فأوقع نفسه في الهلاك والعطب بحسب ما ورد في منشور يتدوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه إلقاء القبض على شاب متنكر بملابس فتا ليقدم امتحان الثانوية بدلا عن حبيبته أحيانا أكد أنسى أننا في فقرة زيف عشواء وأصدق المنشورات طبعا القصة أسطورية ولا علاقة للشاب الظاهر في صورة بالامتحانات فصورة الشاب نشرها موقع اليوم السابع وقال إنه لص قبض عليه مرتديا النقاب داخل حمام لسيدات في مول سيتي ستارز عام 2018 وأنه ارتكب حوادث تحرش وسرقة ولا للقصة علاقة بالحب من قريب أو من بعيد اتفقت شعوب العالم على أن تحكي الأساطير عن الحيوانات ولعل تلك الأساطير كانت في الأصل قصصا تروى للأطفال حتى يتعظوا منها لكن المذهلة هو أن هناك كبارا يصدقون تلك الخرافات من الأعجيب والغرائب في الثقافة العربية القديمة والمعاصرة هو كم الخزعبلات والضللات التي تنسب إلى حيوان الضبع بل إن ذلك الحيوان الآكل للجياف قيل فيه الشعر الكثير بالفصحة والعاميات المختلفة ومن ذلك قولهم تضحك الضبع لقتله ذيل وترى الذئب لها يستهل واختلف الأدباء في معنى الضحك في البيت فقالوا إن الضبع تستبشر للقتل لتأكلهم فيهر بعضها على بعض فجعلوا الهرير ضحكا وقال أخرون إن الضبع إذا أكلت لحوم الناس أو شربت دماءهم طمثت أي حاضت وقد أضحكها الدم ومن النقاد مثل ابن دريد من رجح أن الشاعر أراد أن الضبع تكشر أي تبرز أنيابها فجعل كشها ضحكا أما أنا ابن حمدي فأقول لقد شاهدت الضبع وهي تضخك بعد تناولها للفرائس في برنامج عالم الحيوان حيث تصدر صوتا يشبه القحقها والله أعلم إلا أن كل ما سبق في واد والمنشور الفيسبوكي التالي في واد حيث أن كاتبه عنون له بجملة معلومات عن حيوان الضبع قد تكون سمعت بها لأول مرة وجاء فيه عند موت الضبعية مدفنه وفق محضر أصولي وبحضور عدد من ضباط الشرطة ولكن لماذا؟ الضبع قد يصل ثمن جلده إلى خمسين ألف دولار لأنه يستعمل لتهريب المخدرات حيث أن أشعة الماسح الضوئي لا تخترق جلده سبحان الله أجزاء من المخ تستخدم في السحر الأسود لذلك هو مطلوب من السحرة وبكثرة كما أن الترياقة أو الإكسير المستخرج من عصارة مخه يؤدي إلى الجنون التام وللأبد بول الضبعي أو جلده أكثر شيء تخافه الكلاب أما الحمار فيموت من شدة الخوف عندما يشعر باقترابه منه الضبع يطلق رائحة تؤثر على المخ تجعلك تتبعه دون إرادتك ويقوم بقتلك عندما تكون وحيدا أنا لا أعرف كاتب المنشور لكن خياله العجيب الغريب تجاوز ما تفتقت عنه قريحة الجدات المخرفات في بعض مناطق شمال إفريقيا حيث أنهن ينصحن إطعام الطفل الذي يعاني من الرهاب أو الخوف الشديد قلب ضبع كاتب المنشور تجاوز أسطورة حيض الضبع وضحكها ودخل في أشعة إكس طبعا كل ما جاء في المنشور الذي يتدوله عشرات الألاف من رواد منصة فيسبوك غير صحيح بالمرة فلا يوجد إجراء قانوني يتخذ عند موت ضبع وجلده لا يختلف عن باقي جلود الحيوانات ولا يستخدم في التهريب أو غيره ولا علاقة بين بول الضبع وموت الحمار ورائحته الكريه لا تؤثر على عقول الناس ولله الأمر من قبل ومن بعد في الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي نشرت صفحة ديفرنت أو مختلف على منصة فيسبوك منشورا وعيد نشره أكثر من ستمائة مرة ووضعت علامة الإعجاب عليه من قبل أكثر من خمسة ألاف شخص المنشور يقول اليوم هو اليوم العالمي لمستخدمي اليد اليسرى يحتفل بهذا اليوم منذ العام 1996 كل عام ومستخدمي اليد اليسرى بألف خير طبعا الثامن والعشرين من يونيو ليس هو اليوم العالمي لليد اليسرى بل هو في الثالث عشر من شهر أغسطس وما زلت أتعجب لماذا حظي المنشور المزور بكل ذلك الانتشار إلى الخبر الذي تمنينا لو كان مزيفا ويأتينا من موقع اليوم السابع المصري الشهير وخبر للمفاجأة عنوانه أقصر من خمسة أسطر على غير العادة يقول مصر تشارك في المراقبة على التعديلات الدستورية في روسيا والتفاصيل عن مشاركة اثنين من الخبراء المصريين في المراقبة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في روسيا والتي تتيح لبوتين البقاء في منصبه حتى عام 2036 مثلما أتحت التعديلات الأخيرة على الدستور المصري للسيسي البقاء حتى عام 2030 تبادل خبرات في مجال الديمقراطية لا غبار عليه ولا يحتاج إلى تعليق نتابع فقرات بوليغراف ونتوقف مع اختبار كشف الأخبار الكاذبة وكالمعتاد نعرض اختبارنا على متابعي العرب عبر منصتين فيسبوك وتويتر ويتضمن الاختبار عرض ثلاثة أخبار واحد منها فقط صحيح ونطلب منكم اكتشافه وبالنسبة لهذا الأسبوع أخبارنا كانت كالتالي أولا تقرير أمريكي السعودية أفضل مكان تعيش فيه النساء في العالم العربي الخبر الثاني الجيش المصري استعيد جزيرتي تيران وصنفير الخبر الثالث كتيبة المدرعات التابعة لحكومة الوفاق تنشق وتنضم لقوات خليفة حفتر نبدأ بموقع تويتر والفوز كان من نصيب الخبر الأول تقرير أمريكي السعودية أفضل مكان تعيش فيه النساء في العالم العربي حقيقة عجبتني المنافسة الشريفة خلال اختياركم للأخبار وعجبتني أكثر بعض التعليقاتكم الطريفة التي تأتي في منتصف الجبهة وانتقلوا إلى موقع فيسبوك والنصر كان أيضا حليف الخبر الأول بعد معركة طاحنة مع محبي الخبر الثالث وإليكم الحقيقة الخبر الأول هو فعلا خبرنا الصحيح والتقرير الأمريكي المذكور صادر عن الصحيفة الأمريكية سي او وورد ماجازين بحسب الصحيفة تحتل السعودية المرتبة التاسعة والثمانين عالميا والأولى عربيا استنادا إلى تسعة معايير لكن تجدر الإشارة إلى أن الصحيفة ليست مؤسسة بحثية أو إحصائية دولية كما أن تصنيفها يتناقض بشدة مع تقارير منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وقد رافق انتشار الخبر الكثير من الجدل والانتقادات للسعودية وللصحيفة الأمريكية أيضا الخبر الثاني عن الجيش المصري الذي يستعيد جزيرة تيتران وصنفير خاطئ بالطبع وتم تدوله على موقع فيسبوك على شكل منشورات موحدة لمحبي الرئيس المصري ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الخبر فقد ظهر عام 2017 أيضا وشمل المنشور المزيف الكثير من البنود غير الصحيحة الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر ويسعى المنشور إلى تحويل الأمر إلى انتصار لإدارة السيسي على عكس واقع الأمر أما الخبر الثالث وعنوانه كتيبة المدرعات التابعة لحكومة الوفاق تنشق وتنضم لقوات خليفة حفتر فهو عار عن الصحة رغم انتشاره بشكل واسع في الفترة الأخيرة مع العلم أنه انتشر العام الماضي أيضا وقد نفى المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق حينها مصطفى المجعي هذه المعلومات معتبرا أنها مجرد إشاعات هدفها فقط الدعاية الإعلامية موضحا أن هذه الكتيبة أصلا تتبع حفتر منذ اليوم الأول لعدوانه على طرابلس فاصل قصير نستكمل بعده فقرات بوليغراف بعد الفاصل في فقرة في العمق نناقش تصريحات الداعي المصري عبدالله رشدي بخصوص التحرش بالفتيات ونستعرض مقالا لصحيفة الجارديان حول تغول منصة فيسبوك ونستعرض أيضا مقالا في واشنطن بوز حول عنصرية حملة ترامب أهلا بكم من جديد في فقرة في العمق اليوم كان لابد من وقوفنا عند القضية الأسخن في مصر هذه الأيام وهي قضية التحرش الجنسي مع خروج مئات القصص إلى العلن على لسان الضحايا وسط حملة تضامن واسعة معهن ودعوات لكسر الخوف والتبليغ عن أي حادثة طبعا دخلت أطراف كثيرة على الخط وإجماع كبير على ضرورة حماية الضحايا والوقوف إلى جانبهن كدار الإفتاء المصرية والأزهر لكن لم يغب عن المشهد اسم الداعي عبدالله رشدي والذي كان له رأي مخالف وهو المعروف بإثارته للجدل في قضايا كثيرة نتابع يحين موعد كسر الصمت بحسب التوقيت المحلي للقاهرة تنطفض الضحية على جلادها وتقول له بالفم الملآن أنا مش حخاف احتشدت الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الأرض الافتراضية استطعنا إسماع صوتهن الضائع في حارات العالم الذكوري لتتحول المنصات الأشهر إلى ما يشبه تظاهرة إلكترونية تمتد على مساحة مصر مئات بل آلاف القصص سريدت كانت شرارتها حساب على موقع أنستجرام تضمن أدلة وشهادات لفتيات وقعن ضحية المتحرش الأشهر اليوم أحمد بسام زكي الاسم الذي تصدر القوائم الأكثر تداولا في مصر لثلاثة أيام حجم التضامن مع ضحايا التحرش والاغتصاب كان عابرا للمناطق وللمؤسسات والشخصيات لا سيما ما صدر عن دار الإفتاء المصرية وتحريم التحرش الذي يعاقب عليه القانون لم يبتعد الأزهر عن هذا الخط أيضا معبرا عن دعمه للضحايا لرفع أصواتهن وتشجيعهن على الكلام لأن الصمت تهديد لأمن المجتمع ومشجع على انتهاك الأعراض والحرومات القضية قسمت إلى حد ما الآراء حول التحرش وتحديدا الأسباب المباشرة ليظهر على الساحة من يبرر للجاني ويحمل الضحية سبب وقوع الجريمة حتى لو ورد في كلامه عبارة لا تقبل التبرير هذا الرأي قادت داعية الإسلامية المثيرة للجدل عبدالله رشدي من خلال مقطع فيديو له على موقع فيسبوك شاهده مليون وسبعمائة ألف شخص وأعجب به أكثر من مائة وثلاثين ألفا وشاركه الأهلاف لكن ده هيخلينا لما نروح المحكمة القاضي هيحكم عليهم لما يمسكهم هيحكم عليهم بالسرقة وحيجبني أنا يوبخني يقول لي أنت عليك جزء من المشكلة أن أنت محافظتش على فلوسك وصنتها كويس خلي بالك لكن عدم حفاظي أنا على فلوسي وعدم صيانة الأموال هل ده يبيح أو يوتيح أو يبرر أو ينفع استخدامه كإكسكيوز كعو الذرة للحرام أن يسرقني؟ لا في من الحتة دي نفس الموضوع في التحرش رشدي برر تبريره للجاني وشبه المرأة بالسيارة وبأشياء أخرى تدور كلها في الفلاك نفسه آراء الداعية المصري عرضته الانتقادات اللاذعة من الناشطين والمعنيين بالقضية قبل أن يفاجأ بقاعدة شعبية كبيرة تؤيد رشدي وآراءه وظهرت وسوم جديدة أطلقها الداعمون للداعية الإسلامي أكثرها انتشارا ادعم عبدالله رشدي الوسم استخدم بكثافة على تويتر بين الرابع إلى السادس من يوليو ومن بين المغردين الأشهر الداعمين لرشدي من وصفه بأسد الأزهر وآخر دعم وجهة نظره بصورة حلوى يغزوها النمل في تبرير لهجوم المتحرش على الفتاة بسبب ملابسها والتضامن مع رشدي كان أيضا على شكل حملة منسقة من التغريدات المتطابقة باللغة الإنجليزية مع استخدام الوسم نفسه جهود كبيرة تبذل دعما لرشدي ربما يشعر البعض أنها تهدد بابا جديدا فتح في مصر في محاولة لفرض تغييرات اجتماعية تذهب بها إلى الأمام بعد أن صنفت قبل أعوام بأنها أخطر المدن عيشا للنساء الأسبوع الماضي تداولت وسائل أعلام دولية خبر سحب شركات كبرى إعلاناتها من منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي وسال حبر كثير يبشر بأفول نجم المنصة لكن حقيقة الأمر غير ذلك الصحفية الاستقصائية البريطانية كارول كادولادر كتبت تحليلا معمقا في صحيفة الأبزورفر عن الموضوع كارول هي من كشف فضيحة كامبريج أناليتيكا الشهير أما عنوان مقالها الذين تعرضوا له بالتحليل في هذه الفقرة فهو إن فيسبوك خارج السيطرة ولو كانت تلك المنصة بلدا فستكون كوريا الشمالية يبدأ المقال بفقرة صادمة تقول إنه لا توجد قوة على هذه الأرض بإمكانها محاسبة فيسبوك لا مجلس تشريعي ولا جهة تنفيذية أو رقابية لقد حاول الكونغرس الأمريكي وفشل وحاول الاتحاد الأوروبي دون جدوى وحتى عندما غرمت الهيئة الفيدرالية الأمريكية لتجارة منصة فيسبوك خمسة مليارات دولار بسبب فضيحة كامبريج أناليتيكا لم يحدث شيء بل إن أسهم المنصة في البورصة ارتفعت بشكل ملحوظ وقتها ثم تنتقل الصحفية المخضرمة إلى قرار شركة يونيل أفر للأملاقة وشركة كوكاكولا وسلسلة ستارباكس وعدد آخر من المؤسسات عدم الإعلان على منصة فيسبوك تقول كارول إن تلك المؤسسات تتحدث اللغة الوحيدة التي تفهمها منصة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم وهي لغة المال والأرباح ثم تعد الأدوار المخزية التي قامت بها منصة فيسبوك حيث أنها سمحت لقوان ودول أجنبية بالتأثير على سير الانتخابات الأمريكية ويسرت البثة المباشرة لمجازر بشعة وجرائم شاهدها الملايين عبر العالم لحظة وقوعها بل ووفرت مكانا للمحرضين على ارتكاب الإبادة بعد ذلك توجهوا سهام النقد لسياسيين الذين يتوددون للمنصة التي لا هم لها سوى الربح حيث يصف بعضهم فيسبوك بمرآة المجتمع تجيب الصحفية المخضرمة أولئك السياسيين فتقول إن فيسبوك ليست مرآة بل بندقية وسلاحا غير مرخص به غير خاضعا للقانون يقتحم منازل مليارين وستمائة مليون شخص دون استئذان بعد كل ما سبق تصل كارولي لمبتغاها فتقول إن من الناس من يزعم أنه لو أن فيسبوك كان دولة لكان الصين وهي ترد عليهم بأن المنصة أكبر من الصين وذلك تشبيه خاطئ ففيسبوك دولة مارقة وهي كوريا الشمالية في العالم الافتراضي ولا تمتلك أسلحة تقليدية بل هي تسيطر على ترسانة نووية حتى هذه الجزئية تريد الكاتبة أدلة عليها ففيسبوك ليس شركة طبيعية تدار مثل المؤسسات الأمريكية العملاقة العابرة للدول عن طريق مجلس إدارة منتخب من حملة الأسهم بل هي كيان استبدادي يسيطر عليه شخص واحد هو مارك تسوكربيرغ ويستمر المقال في التصاعد إلى أن يصل إلى منتهى حيث نكتشف أن فيسبوك من الضخامة والتأثير بحيث لا تهتم لانسحاب الشركات العملاقة الأمريكية أو غيرها فهي أكبر منصة إعلانية في العالم وغالب دخلها من الشركات الصغرى والمتوسطة ليس ذلك كل ما جاء في المقال فهو يستحق القراءة والترجمة ولذلك فلنطالع سويا مقتطفات لم نذكرها في هذا الاستعراض موسيقى 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 يتطلع إلى أن يحكم بشكل ديكتاتوري ونجح في انتخابات عام 2016 في كسب الأصوات عبر إخافة الأمريكيين البيض من عدوين خارجيين المهاجرين المكسيكيين والمسلمين في انتخابات النصفية عام 2018 تركزت حملته الفاشلة على تخويف مواطنيه من أفواج متوهمة من اللاجئين القادمين من دول أمريكا الوسطى وهنا يطرح التحقيق سؤالا إذن كيف سيقنع ترامب قاعدته الانتخابية بالخروج وتصويت له في شهر نوفمبر المقبل التحقيق يستغرق الكثير من الفقرات في تقديم لفكرة مؤذية بالفعل تظهر مدى خصة ووضاعة الرئيس الأمريكي حيث أن ترامب حول حملته إلى حملة عنصرية يمينية شوفينية والعدو فيها الطرفان الأقليات وبالخص الملونين وأي جهة مناهضة للعنصرية والتمييز حيث يصور ترامب لأتباعه أن دعاة الديمقراطية يرغبون في تحطيم البلاد وبناء دولة شيوعية شعار ترامب في الحملة الحالية هي أن هناك من يرغبون في إلغاء الثقافة الأمريكية ومسحها وإلغاء تاريخ البلاد وتراثها ويهددون الحرية التي بناها الأباء المؤسسون وترامب يحرص على استخدام صيغة الجمع للمتكلم فيقول تاريخنا وحريتنا وإرثنا وما يعنيه هو نحن البيض الممسكين بزمام السلطة نشرت صحيفة زود دويتشي تسايتونغ مقالا متميزا يتنبأ بانتهاء الغربي كما نعرفه اليوم المقال بقلم الكاتب المخضرم كورت كيستر وعنوانه تنافس القوى الكبرى وما الدور الذي ستلعبه أوروبا يجادل الكاتب أن السنوات القليلة القادمة ستشهد تدافعا بين الصين وروسيا والولايات المتحدة وذلك ما قد يستدعي تحويل الاتحاد الأوروبي إلى التحالف يحمي القارة العجوز من مخاطر الصراع بين تلك القوى ثم يذكر المقال أن مصطلح تنافس القوى الكبرى ليس جديدا لكنه أصبح رائجا بعد وروده في أبحاث وتقارير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون والمصطلح يعني فعليا نهاية القرن الأمريكي يوضح الكاتب أن الولايات المتحدة تحولت إلى أكبر قوة اقتصادية وعسكرية على وجه الكرة الأرضية بنهاية الحرب العالمية الأولى حيث تمكنت من مساعدة حلفائها في القضاء على الملكيات العتيقة وبنهاية الحرب العالمية الثانية شاركت في النصر على الأنظمة الفاشية في اليابان وألمانيا وإيطاليا ثم تفوقت في الحرب الباردة وحافظت على قوتها وسقط الاتحاد السوفيتي وانهارت الشيوعية وبنهاية القرن العشرين اقتنع كثير من المحللين نواهمين أن روسيا وصين سيقبلان بهيمنة واشنطن على العالم بعد ذلك يوضح المقال أن الاتحاد الأوروبي لن يلعب دورا يذكر في الصراع العالمي فهو يتكون من قوة صغيرة ومتوسطة ولقد أصبح أقل لحمة ولا أدل على ذلك من خروج القوة المتوسطة المسمى بريطانيا العظمى منه كما أن هناك شرخا متعاظما بين شمال الاتحاد وجنوبه ولا ننسى أن نصف فرنسا يقع في ذلك الجنوب ثم يوضح المقال أن ألمانيا التي تترأس الاتحاد الآن ليس بيدها الكثير ولا تستطيع تغيير شيء فهناك حساسية من نفوذها في دول جنوب وشرق أوروبا وفي الاسنتاج يرى كاتب المقال أنه لا بد من تحويل الاتحاد الأوروبي إلى حلف لحماية القارة العجوز كاملة أو لحماية الدول المركزية فيه على أقل تقدير فصل قصير نستكمل بعده في فقرات بوليغراف بعد الفاصل نتعرف في فقرات الأدوات على إرشادات شبكة الصحفيين الدوليين لتغطية القضايا الاجتماعية ونلتقي بمدير تحرير منصة مسبار لكشف الأخبار الكاذبة ونناقش أيضا فضيحة الصحفيين الوهميين الذين ينشرون مقالات مسيسة في كبرى الصحف العالمية أهلا بكم من جديد محطتنا الآن فقرة الأدوات في فقرة اليوم نفرد مساحة خاصة للصحفيين أو المهتمين بالقضايا الاجتماعية لمساعدتهم على تغطيتها ولكن ليس على أرض الواقع بل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث باتت الأخيرة ملاذا آمنا للتعبير عن الرأي ولخلق رأي عام أو ضغط شعبي وقد أثبتت هذه المواقع تأثيرها الكبير في طرح قضايا مجتمعية كانت محضورة منذ زمن ليس بعيدا كمشكلة التحرش في مصر والتي تشهد في الأوينة الأخيرة فورة غير مسبوقة مع تحرك عدد كبير من الضحايا والدعوة لكسر الصمت وتجاوز الخوف من المجتمع والمتحرشين وفضحهم شبكة الصحفيين الدوليين والتي تبدي اهتماما واسعا بتدريب الصحفيين لا سيما للتعامل مع القضايا المطروحة في وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة موضوعية تقدم مجموعة من النصائح أثناء تغطية الحراك المجتمعي على منصات التواصل الاجتماعي نتابع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المصبار في عالم التكنولوجيا هو أداة الفحص أو الاختبار وفي معجم لسان العرب المصبار ما سبر به وقدر غور الجراحات أما المصبار الذي سنتحدث عنه اليوم فهو منصة عربية لفحص الحقيقة وكشف الكذب في الفضاء العمومي يسعى مؤسسها إلى مكافحة انتشار المعلومات المضاللة التي تفتك بالحقائق سنلتقي محمد الشيخ مدير تحرير مصبار ونتعرف منه أكثر عن المشروع والتحديات التي واجهها مصححة الفابركات في عالمنا العربي لكن بعد التقرير التالي ترجمة نانسي قنقر أرحب بضيفي من الدوحة محمد الشيخ مدير تحرير منصة مصبار أهلا بك معنا في بوليغراف ما الذي دفعكم محمد لإطلاق منصة مصبار وما أبرز تحديات التي تهاجه هذا النوع من المشاريع أهلا عزيزي نضال طبعا في مقولة بتحكي أن الكذبة تلف العالم فيما الحقيقة تربط حذائها الدافع الأساسي وراء تأسيس مصبار وإطلاقه كان هو الكم الكبير من الأخبار الكاذبة والمفبركة والمزيفة في العالم الرقمي حاليا نسمي هذا العصر الذي نحن فيه هو عصر ما بعد الحقيقة أو البوست تروث في هذا العصر الذي تصبح فيه بناء الرأي العام يستند على العاطفة والانحيازات الشخصية أكثر من الحقائق وهناك ما هو موجود يغذي هذه العاطفة ويغذي هذه الانحيازات الشخصية وجدنا في مصبار أنه فيه احتياج كبير موجود حاليا خاصة في الوطن العربي لوجود منصة تعمل على التحقق من الأخبار وضحض الأخبار الكاذبة لكثرتها وكثرت وجودها في الوقت الحالي الذي يعتمد على المنصات التواصل الاجتماعي واليوزر جينيريتد كونتنت والكم الهائل من الأخبار التي يتم إنتاجها وجدنا أنه فيه كم كبير من الأخبار الكاذبة التي تحتاج لأنه يكون فيه أحد في المرصاد أما بالنسبة للتحديات فيمكن أكبر تحدي بواجه المنصات المشابهة أو مسبار بواجهنا هو الموجة المعاكسة للأخبار الكاذبة لأن الأخبار الكاذبة فرصتها في الانتشار أكثر من 70% من الأخبار الحقيقية فوجود هذه الموجة وجود الأخبار الحقيقية التي نتحقق منها ومحاولاتنا لضحض هذه الأخبار يمكن هذا أكبر تحدي بواجهنا بالإضافة للتحدي الوصول للمصادر والوصول للشخصيات والمصادر الأصيلة بذلك في هذه النقطة الدقة أمر حساس فيما يخص الأخبار المغلوطة وتصحيحها كيف تتأكدون من صحة الأخبار المصححة على منصتكم؟ في المسبال لدينا ثلاث معايير أساسية في التعامل مع أي خبر نقوم بفحصه المعايير الأول هو الإفيدنس بيزد أو هو الاعتماد على الحقيقة أو على المصدر الأساسي للخبر وهنا نعتمد على مصادر موثقة ومصادر أصيلة في تحققنا من الأخبار المعايير الثاني هو الشفافية شفافية نذكر كيفية طريقة أو طريقة تحققنا من الأخبار وكيفية وصولنا إلى المعلومات الأصيلة وأيضا ما هي المصادر الخاصة بنا التي قمنا من خلالها بالتحقق بالأخبار المعايير الثالث عدم الانحياز وهو يعتمد بشكل أساسي على أننا نغطي جميع الجهات وجميع الوينغز نسميهم أو الجهات الرسمية أو غير رسمية سواء نظام أو معارضة لا ننحاز إلى جهة معينة هنا يمكن أن نتحرد دقة من خلال هذه المعايير الثلاث التي هي بالأساس مصدرنا الأساسي لفحص أخبارنا في مصبار تطلقون خلال أيام نسخة جديدة من مصبار ما الإضافات والتحديثات التي قمتم بها في هذه النسخة؟ العديد من التغييرات حدثت في النسخة الحديثة التي سوف نقوم بإطلاقها أولا الشكل العام للويبسايت الذي أطلقناه منذ عدة أشهر تجربة جديدة وتفاعلية أكثر للمستخدمين بالإضافة لإطلاق النسخة الإنجليزية التي ستغطي الأخبار العالمية وأخبار الشرق الأوسط باللغة الإنجليزية أيضا وأخبار الوطن العربي باللغة الإنجليزية بجانب النسخة الإنجليزية أطلقنا خاصية جديدة وهي خاصية الفحص السريع وهي مواد يتم فحصها بشكل سريع وإعطاءها تقييم سواء خطأ أو صحيح أو مضلل أو غير ذلك بالإضافة لذلك أطلقنا أيضا قسم جديد وهو قسم سين وجيم وهو عبارة عن مواد علمية محققة بمصادر محققة تجيب على العديد من الأسئلة في مجالات متعددة مثل الصحة والثقافة والفن والجغرافية وغيرها من المواضيع هذه هي أبرز المميزات التي ستنطلق مع النسخة الجديدة في بعض الأحيان نصادف فبركات تروج لقضايا عادلة لا تحتاج إلى تضليل للترويج لها لماذا يلجأ البعض إلى مثل هذه الممارسات؟ في الحقيقة عزيز المنضاء لهذا موضوع لافت جدا قمنا في مسبار بمعالجته سابقا عن طريق واحدة من المواد يلاحظ أن مع وجود قضايا معينة ينتشر موجة من الأخبار الكاذبة من المؤسف أن بعض الأشخاص المنتمين لقضايا أو قصص معينة حتى وأن كانت هذه القضايا عادلة يقومون بنشر أخبار مفبركة أو مواد مزيفة لدعم هذه القضية طبعا مؤسف أن هذا الطريقة تضرب القضايا أكثر ما أن تفيدها لأنه يتم استخدام هذه المواد المفبركة للتشكيك في عدالة هذه القضية فيتحول الجمهور إما إلى محايد أو مشكك في عدالة هذه القضية لذلك دائما ننصح بأنه عدم استخدام مواد مزيفة لإثبات عدالة القضية أو كسب التعاطف أو التضامن مع هذه القضية يكفي القضايا أنها عادلة كي تكسب تعاطف وتضامن الناس ومن المهم أيضا المنتمين لهذه القضايا العادلة أن يحاربوا الأخبار الكاذبة لأنه جزء من هذه الأخبار الكاذبة يمكن أن يطلقها المعادين لهذه القضية حتى لو كانت مواد مثلا تدعم هذه القضية ولكن يتم إطلاقها من قبل المعادين لهذه القضية حتى تستخدم للتشكيك في هذه القضية والتشكيك في المناصرين لها وإيجاد شرخ في تضامن وتفاعل الجمهور مع هذه القضية بعض الأنظمة العربية المعروفة بسيطرتها على وسائل الإعلام بطرق أمنية تطلق هي أيضا منصاتها لتكشف وتفنيد الأخبار الكاذبة هل تعتقد أن هذه المنصات ممكن أن تحصل على ثقة القارئ والمتابع العربي؟ لا أعتقد أن القارئ العربي الآن يعطي ثقته لمثل هذه المنصات بشكل كبير أعتقد أن من يتابع هذه المنصات هم الموالين للأنظمة بحكم موالاتهم لهذا النظام فهم يحتاجون ما يؤكد هذا الانحياز الخاص بهم ولكن عربيا وجدنا من خلال تجربتنا في مصبار بأن الجمهور عنده نسبة من الوعي قادر على التمييز في توجهات وانحيازات المنصات الإعلامية وهذا أمر لافت ويدعي للتفاؤل بأن هناك العديد من الناس بدأت بتنمية هذه القدرات على التمييز طبعا استخدام هذه المنصات يبدو بأنه انتبهت هذه الأنظمة لأهمية وجود منصات لتبيض صفحاتها أمام الجمهور ولكن لا أعتقد أنها ستؤدي دور كما تؤديه المنصات المستقلة مثل مصبار التي تعمل على فحص الأخبار من كل التوجهات ما النصاح التي توجهها إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العرب لتفادي الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة؟ بشكل أساسي هو تنمية قدرتهم على القراءة النقدية وجود قدرة على قراءة نقدية للأخبار هذا يساعد كثيرا على تجنب الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة أعتمنك أيضا تنمية هذه القدرات عند الأطفال والطلبة في المدارس من خلال أنظمة التعليمية وأنظمة تعزيز التربية الإعلامية والمهارات عند هؤلاء الأطفال القراءة النقدية عزيز النضال أهم ما يمكن تعزيزه الآن والعمل عليه أيضا هذه القراءة النقدية يمكن أن نراها من خلال عدة مهارات بداية عن طريق البحث عن المواضيع والتأكد من صحتها عدم الاكتفاء بالعنوان وقراءة المقال كاملا البحث عن مصدر المعلومات أو مصدر الحسابات التي تنشر هذه المعلومات نحن الآن في زمن الجيوش الإلكترونية من السهل مع بعض المهارات البسيطة اكتشاف هذه الجيوش أو هذه الحسابات المفبركة التي تنشر البروباقاندا المزيفة أو السياسية السلبية السوداء بالإضافة أيضا عدم نشر مادة غير مؤكدة أو لديك شكوك فيها الشك في هذه المواد وقراءتها بعين الشك أفضل من قراءتها بعين الاستسلام للإنحياز الخاص أو الرأي الخاص بالإضافة للتبليغ والمشاركة بالحقيقة إذا كان هناك ما يدعو للشك أو كان رأيت أخبار كاذبة في مكان ما وكان لديك الحقيقة شارك بها بتعليق أو ما على هذا المنشور فهذا يساعد في نشر الحقيقة أيضا التفريق ما بين الحقيقة والرأي هذا أمد أن أمر مهم هناك الكثير من الأخبار التي تنشر تحمل في طياتها رأي شخصي أو انحياز ما التمييز بين الحقيقة والرأي هذا أمد مهم بالإضافة إلى مساعدة منصات التحقق من الأخبار مثل مسبار وإرسال مواد لها والتحقق منها نحن دائما موجودون للتحقق من هذه الأخبار التي يرسلها لنا الجمهور ونحن نتابع معكم ونسفيد أيضا مما تفندونه من أخبار مغلوطة في بوليغراف نشكركم على جهودكم محمد وأرجو أن تكون معنا في بوليغراف مستقبلا شكرا لك محمد الشيخ مدير تحرير منصة مسبار كنت معي من الدوحة إلى تحليلنا المعمق لمنصات التواصل الاجتماعي وقبل البدء في قصتنا الأولى أود أن أشارككم شعورنا بالسعادة عند كشفنا الحملات الإلكترونية الممنهجة والحسابات الوهمية التابعة للجان الإلكترونية وتتحول سعادتنا إلى فخر عندما نساهم في قيام تويتر وفيسبوك بتعليق بعض الحسابات المضللة أو إلغائها تماما مثل حساب الجنرال الشهير بنسخته القديمة والجديدة وربما نخصص حلقة كاملة لتواصلنا مع منصات التواصل الاجتماعي والردود التي تلقيناها منهم وما أسفر عنه ذلك التواصل في قضية اليوم نكشف أن تحقيقا ساهم في إعداده الدكتور مارك أوين جونز وهو أحد أعمدتنا في التحليل الإلكتروني أماط لثام عن فضيحة كبرى وهي حملة بروباجاندا في صحف الغربية اليمينية يقف وراءها صحفيون وهميون التحقيق الذي تفرد موقع دايلي بيست بنشره واطلعنا على تفاصيله يوضح أن لجنة إلكترونية ما اخترعت 19 اسما وشخصية نشرت الأسماء وشخصيات مقالات وتحقيقات في 46 وسيلة إعلام مختلفة في بلدان متعددة أولها الولايات المتحدة وآخرها اليابان الشخصيات الوهمية التي تستخدم أسماء مستعارة وصور مسروقة من الإنترنت وتسخر الذكاء الصناعي لدمج ذلك جميعها تتبنى أفكارا يمينية ونشرت مقالات في صحف ومواقع محافظة مثل واشنطن إكزامينر وناشنال إنتراست وهيومن إيفنت وبوست ميلينيال في الولايات المتحدة ونشرت في مواقع أسيوية مهمة مثل آجا تايمز وقبل أن نشرح ما الذي يكتبه أولئك الصحفيون سنعطي أنموذجا واحدا عنهم هناك مثلا الرافايل باداني الذي يزعم أنه محلل سياسي يعمل لصالح الخارجية الأمريكية وطبعا لا يوجد شخص بهذا الاسم في الخارجية الأمريكية لكنه رغم ذلك يضع صورته على حساباته المتعددة على منصات التواصل الاجتماعي بالتتبع يتبين كما نرى في تغريدة صحفي المميز آدم رانسلي الذي قام بالتحقيق يتبين أن صورته تعود إلى الرجل أعمال أمريكي اسمه باري دادون يعيش في كاليفورنيا وكل ما قامت به اللجنة الإلكترونية التي انتحلت الشخصية هو عكس الصورة أفقيا وهو ما قامت به على الأغلب لتجنب البحث العكسي عن الصور والوصول لأصلها السؤال المنطقي الآن هو ما الذي يكتبه الصحفيون الوهميون الإجابة هي أنهم ينشرون مقالات تهاجم تركيا وقطر والإخوان المسلمين وأحيانا إيران على هام الشيء دعمهم أيضا لترامب وإنهاء الإغلاق في أمريكا وتكذيب التحذيرات المناخية وإلى آخر الأجندة المعروفة والدلالات تشير إلى أن الحملة مدعومة سعوديا وإماراتيا قبل أن نختتم الفقرة لابد من الإشارة إلى أمر مضحك وهو أن جميع الصحفيين الوهميين يكتبون في موقعين باللغة الإنجليزية هما The Arab Eye و Perjanow أي العين العربية وفارس الآن ويفترض أن الموقعين لعلاقة لهما ببعضهما البعض لكن مراجعة حساباتهما على جوجل تبين لك أنهما جزء من نفس المشروع في الختام الأمر فضيحة بقلاجل ولا نستبعد أن ترفع صحف ووسائل علام غربية قضايا أو تحصل على تعويضات مجزية لتلتزم الصمت وقد قامت بعضها فعلا بحث المقالات وسحبها وأول الغيث قطرة استمروا في متابعتنا حيث أننا سنرى عجبا في الأشهر القادمة ما زلنا مع تحليلنا المعمق لمنصات التواصل الاجتماعي في الأول من شهر يوليو الجاري صدمت الحكومة السعودية مواطنيها بزيادة قيمة الضريبة المضافة من 5% إلى 15% وسائل العلام المحلية قالت حينها أن سبب الزيادة هو التخفيف من أعباء جائحة كورونا على ميزانية البلاد الصدمة ترجمت على الفور لنقاش وانتقادات عبر وسوم ضريبة القيمة المضافة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة الجديدة والوعي المالي بينما قرر البعض التعبير عن غضبهم عبر وسم اعتراضي هو وسم القيمة المباحة حيث ظهر في 1998 تغريدة أصلية اللجان الإلكترونية السعودية شنت حملة مضادة حيث أطلقت وسم القيمة المميزة بغرض التشويش على الحوار المجتمعي وبدأ أفراد اللجان الإلكترونية في تضمينه في تغريدات لا علاقة لها بالاقتصاد أو حياة المواطنين وظهرت في منشورات مثل هذه التي تقول لأن تعرفوها إلا وقت زوالها القيمة المميزة التغريدة الغريبة نشر مثلها تغريدات كثيرة غير مفهومة هذا الأمر لسنا نحن أول من لحظه بل إن عشرات المغاردين السعوديين كتبوا بخصوصه ونبهوا إلى أن وسوما بعينها تستخدم للتشويش على رواد مواقع التواصل الاجتماعي فمثلا تقول هذه التغريدة القيمة المميزة الذباب الإلكتروني التابع للأمن السيبراني قاعدين يغيروا الهاشتاغات على هواهم جعلكم بالكورونا لما يخلي فيكم أحد نفس الاسلوب تكرر مع وسم آخر حيث طالب مواطنون السعوديون بأن تتريث الحكومة في رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة كما نرى في هذه التغريدة اللجانة الإلكترونية كانت كالعادة بالمرصاد فأطلقت وسوما إبارة عن كلمة تأجيل فقط حتى تشوش على رواد مواقع تويتر خلال بحثهم عن موضوع القيمة المضافة الأمر بلغ مرحلة الضحك الذي يشبه البكاء فمثلا هذه نماذج عن التغريدات التي نشرت على الوسم تأجيل المشاعر قد يكون ضروري تأجيل فيه تأجيل ولا شيء يتم بوقته أمي وهي تهوش تأجيل الدوري مع كورونا بيصير وبالطبع تنبه المواطنون السعوديون لهذا الأمر ونشروا عشرات التغريدات المنددة باللجان الإلكترونية في النهاية يتكرر المشهد بحذافيره لا يهم الوسم عن علاوة أو ضريبة أو حق في التوظيف أو أوضاع المعلمين النتيجة واحدة التشويش والشوشرة على كل صاحب شكوى مهما كانت السياسات سيئة بهذا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من بوليغراف إذا كنتم تشاهدوننا عبر تلفاز أو عبر منصات العربي على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنكم مشاهدة المزيد من القصص التي لم يتسع وقت الهواء لها وذلك عبر يوتيوب وانتظرونا الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن مع حلقة جديدة إلى ذلك الحين في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر